السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع هذه المناظر الجميلة اللي حبان الله إياها بعد أمطار الخير والبركة والرحمات لن أتحدث عن النفايات تحدثنا عنها كثير أبتحدث عن مشكلة أخرى شفتها هذا اليوم هدلوا ناس كشتوا في هذا المكان شبوا النار وتركوا قزاز علب معدنية القزاز والعلب المعدنية بتأكلها النار بتفنى البلسيك بتفنيه النار هذه جريمة يا جماعة الخير والله هي جريمة القزاز ما تحرقها النار والمعادن ما تحرقها النار والبلسيك ما تحرقها النار والله ما تبرأ ذمتك إلا أنك تحمل معك هذه النفايات النظام البيئي الآن يمنع شبت النار على الأرض لو معك جزة أو منقل تشب فيه ما يهم مشكلة يعني لكن المصيبة الآن أنك جالس تحرق الغطاء النباتي بهذه الطريقة شبت النار بهذا المكان الأرض هذه فيها بذور الغطاء النباتي الجميل هذا جالس تحرقه المكان اللي يحتريق لن ينبت مرة أخرى لأن البذور اللي في الأرض تموت الأمر الآخر المفترض أن شب هذه النار يطفيها بعد ما مشى يعني لو خلى بلاويه هذه لو سواها مفروض أنه يطفي النار الجمر هذا لو انتقدت جمرة صار حريق في المكان هذا وحرائق الغابات اللي تصير عندنا من أحد أسبابها من أحد أسبابها مثل هذا التصرر إنساني شب شبه ويتركها وليطفيها ثم تجي الرياح تسف الجمر ويحترق الهشيم اللي حولها وتسبب حرائق خطيرة تكلف الدولة مبالغ ضخمة جدا القزاز هذا شيف كسرتها النار إذا طفيت النار هذه ورمدت رمد الجمر هذا وضعت معالم الشبه هذه يبقى القزاز هذا قم بله موقوته يجي واحد يمشي من هنا تجرح الرجلة تكون أنت السبب أنت اللي تسببت عليه بهذا الضرر الخطير بسبب هذا التصرف الأرعان يا جماعة الخير من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وهذه الأمطار اللي حبان الله إياها أن نحافظ على هذه البيئة الجميلة وأن نضع أيدينا في أيدي الدولة في هذه التوجيهات والتعليمات البيئية التي تضمن لنا بقاء مثل هذه الكنوز الطبيعية ونحافظ عليها لينعم بها الجميع البلاستيك القزاز الحديد شله معك في كيس ويرمه في الزبالة اللهم نستعب